اشتركوا في القناة وخبراء سياسات نقدية وخبراء سياسات مالية وهم مش عارفين الفرق ما بين السياستين النقدية والمالية بس خبرة برضو يعني لكن الواقع هو فيه ازمة اقتصادية في الدنيا والواقع ان مصر بتحاول تاخد اجراءات مش هتمنع بيها المد بتاع الازمة الاقتصادية لكن هتخفف من اثره هكذا نعتقد او نأمل الى اخره فاهمني اكتر بصف البداية يعني انا كنت خايف زيك كده ان المصرين كلهم بيتكلموا في الاقتصاد على فجأة وكان ده اثروا على الاقتصاد سلبي يعني الاقتصاد من الانشط اللي بتتأثر بالمعنويات يعني لو فيه اخبار سلبية يبقى ده بكرة الاقتصاد يبقى سلبي لو قلنا فيه ازمة في انبوبت البوتاجاز بكرة هتبقى ازمة لقى فيه ازمة في الدولار بكرة هتبقى ازمة لان سلوك الناس او لما يعرفوا ان فيه ازمة هيروح يشتروا الحاجة فيخلاو ازمة فعلا بس في الحقيقة على مسيرة بقى مصر لأ أنا مبسوط أن المصريين بدأوا يطلوا على النوع ده من المعلومات المشكلة الحقيقية اللي بتواجهنا أنه هم ما عندهمش أنت بيوتك فكري يعني ما بيقدروش ينقوا المعلومات اللي داخلانهم هي صحة ولا غلط فإحنا دورنا أنه إحنا نقول لهم ارجعوا لمصادر للمعلومات يعني أنا مش مشكلة أنه إنتوا تتكلموا على الاقتصاد أنا مشكلة أنه إنتوا تتكلموا بمعلومات مغلوطة مثلا الأعداء بيد السؤال يعني إحنا النهاردة في حرب عالمية اقتصادية الحرب دي المعلومات هي لها جزء مؤثر كبير جدا فيها يعني الدول بتضغط على بعض بالمعلومات الاقتصادية أنا ممكن أدور الاقتصاد القومي عندك بكرة بمعلومة زي ما طلعت الإشاعة أصلا هيعوموا الجنيه تاني فهيعوموا الجنيه تاني الناس اللي معها دولار مش عايزة تباعها أصلا فخلقوا بالفعل أزمة إحنا ما كانش عندنا مشكلة لأن الحكومة والدولة اتخذت إجراءات استباقية يعني إحنا وإحنا في الجمهورية الجديدة اللي المصريين لازم يصدقوا إن الدولة بتضار بالعلم إحنا النهاردة عمدنا دراسة لإدارة الأزمة بتقول إن فيه أزمة هتحصل من أربع شهور الدولة تحوطت لده بدأت بإجراءات النهائية استحوزت على 44 طن من الدهب من شهر فبراير الأزمة النهاردة بدأت إن هم عشان عارفين إن معدل التدخم هيرتفع في إبريل لا إحنا قدمنا العلاوة في بداية إبريل الناس تحصل عليها بالرغم من الكلفة الزيادة أنت فيه ثلاث شهور قبل المعادة الدوري للعلاوة الدولة تكلفتهم مش أقل من 50 مليار جنيه فده معناه إن الدولة بتاخد خطوات استباقية الدولة عارفة إن فيه تدخم عالمي هيصدر إلينا وفيه تدخم محلي فأصدرت شهادة فايدة 18% هي قر دي لمت بها السيولة اللي كانت موجودة في السوق فأنا ما عنديش أي حدود أكتر من 18% دي إن أنا أقدر أتحرك فيها أنا أصلاً اللي عنده رغبة في استثمار بالشكل ده هو بالفعل استثمر في الشهادة دي فكل ما يقال دون ذلك من احتمالات وتوقعات هي مؤزية للاقتصاد القومي أكتر من فايدتها فأنا مش متضايق إن الناس بتتكلم أنا متضايق إن هم بيستخدموا نوكت وكوميكس وحاجات صدرة من الأعداء يعني على الأقل صدرة من الناس ما بتحبش مصر يعني أنا النهاردة كمصري عايش في البلد دي وأهلي عايشين فيها وده مستقبلنا أزيت الاقتصاد المصري أزيالية والعيلتي والأهلي فأنا بفكر بالشكل ده فأنا يهمني إن إحنا نبقى بنواجه الناس لأخد معلومتك من مصدر رسمي لما يقول للبنك المركزي النهاردة أنا رفعت سعر الفايدة حضرتك تبدأ تبني احتمالاتك على ده وبالمناسبة برضو الناس للأسف في حد صدر لهم فكرة إن البنك المركزي يرفع سعر الفايدة فالأسعار تزيد لا البنك المركزي بيرفع سعر الفايدة عشان يقلل الأسعار يعني وفي مشكلة بيوجهها إن فيه تضخم يعني إيه والله يعني فيه ناس كتير عايزة تشتري سلع والمعروض من السلع دي أقلب كتير من المطلوب منها فبتحصل مزايدة التاجر عنده عشر عايزين يشتروا هيبيع لها أعلى سعر فالبنك المركزي بيرفع سعر الفايدة عشان يقول للناس استنوا السنة دي ما تشتريش احتفظ بفلوسك في شهادة بيسحب الفلوس من المحفظة ما بيحطهاش في جيب وبيحطها لك في شهادة ما تشتريش عربية السنة دي أجل شراك ده للسنة الجاية وأنا مديك فرصة استثمارية تقدر تستفيد فيها بفلوسك والسنة جاية بحقات العربية بتاعت موديل عشرين تلاتة وعشرين أنا النهاردة بنظم المسألة بالشكل ده فإذا أدوات البنك المركزي هي أدوات تدير أزمة إنما ولا هي أدوات هتحصن في الاقتصاد المصري يعني مفيش حاجة اسمها إن مثلا إحنا نسحى الصبح نجيب أحسن وزير مالية في العالم وأحسن محافظ بنك مركزي ياخدوا شوية قرارات كده يبقى مصر حلوة وجميلة ومرضو هيشتغل في أتار معطيات موجودة لازم في الآخر الإنتاج النهاردة إحنا مشكلتنا مشكلة إنتاج مشكلة العالم اللي فيها النهاردة ارتفاع الأسعار اللي موجود على مستوى العالم بسبب إن فيه دول استهلكت منتجات ما أنتجتهاش يعني في ظل وباء كورونا فيه دول عملت حظر كلي الدول دي قعدت لمدة سنتين بتستهلك فقط لغير ولا تنتج فحصل عندها ارتفاع في الأسعار أنا النهاردة بقدر استراضي من هذه الدول أصبت بهذا الارتفاع في الأسعار أنا النهاردة كنت باستورت في 2014 بسبعين مليار دولار أمريكي عشان أجيب الحاجات اللي إحنا بنحبها العربيات وقطع غيارها والملابس والمأكلات كل الحاجات دي بنصرف سبعين مليار دولار أمريكي كانوا بيطلعوا بنجيب المصريين كده يروحوا للناس دي الدولة بخطتها بتحديث الصناعة والزراعة نجحنا إن إحنا نخفض الفاتورة دي لخمسة وخمسين مليار دولار أمريكي بخفضنا فيها قد إيه خفضنا فيها نسبة عشرين في المائة لمن خلال إن إحنا عملنا إيه زودنا الإنتاج وبدأنا نزود الحاصلات الزراعية بتاعتنا بدأنا نزود الصناعات بتاعتنا فالدولة نجحت في الخطوة دي ولكن لازلنا في خمسة وخمسين مليار دولار أمريكي بنستورد بيهم من الخارج تخيل الفلوس دي لو دخلت لجيب المصريين يعني أنا دايما في نظرتي الحياة والحياة الناس اللي حولي ما بقولش للناس شدوا الحزام يعني أنا ما بروحش الشاب ولا الأسرة أقوله بص انت بقى في أزمة فأنت لازم توفر دلوقتي في استهلاكك أنا بقوله زود في عملك يعني إزاي الثامن ساعات اللي بتشتغلهم يبقى بتطلع فيهم منتجات أعلى بتطلع فيهم كمية أكبر لو الثامن ساعات دول مش مكفيينك اشتغل ثامن ساعات تانين لو أنت في مجال وشايف المجال ده ما بيدخلكش دخل كافي اتعلم مجال جديد النهار ده مستحيل توقع متخصص في عمل من الأعمال وما تلاقيش فرصة عمل جيدة لأن صاحب العمل بيدور على الراجل المتخصص الفاهم اللي عايز يشتغل فإذا الحلول في قدين المصريين مش في قدين شخص اسمه وزير أو شخص اسمه محافظ أو شخص اسمه رئيس إحنا لما نشوف أن العمل عندنا واترته زيدة يبقى إحنا دلوقتي هنلاقي إن فيه تحسن في حالنا لو كل واحد عمل كده في خليته الشخصية الوضع هيضير الدولة هي اللي بتدير العملية الانتاجية فهي دورها تزلل لك العقبات تعمل لك المدن الصناعية لكن إنت دورك إن إنت تروح تاخد مصنع في المدن الصناعية دي وتصنع فيه إحنا النهار ده على مدى سبع سنوات الدولة بنت ستة وعشرين مدينة جديدة ستة وعشرين مجتمع عمراني جديد الدولة عملت بنية تحتية وطرق وكهربة ومية وغاز وأندية ومدارس روح إن تسكن واشتغل هي دي الفكرة لأن الدولة لما بتتدخل في العملية الانتاجية القطاع الخاص بيقول الدولة بتنفسنا وعندها قدرات أكبر مننا فالنهار ده الدور على مين؟ الدور علينا إن إحنا نشتغل البنك المركزي عمل مبادرة حلوة جدا في 2016 مبادرة الـ 200 مليار جنيه اللي تقدموا للشركات الصغيرة والمتوسطة عشان يتوسعوا فده يتوجهوا لشريحة معينة من الشرايح الانتاجية في الدولة وده حقق نجاح دولة في 2016 أخدت قرار إن كل المصنع الأجنبية اللي عايزة تصدر لنا لازم تبقى بتغضع لنظام الآيزو في رقابة الجودة ولازم تبقى مشجلة عندنا فبدأت تنظف لك السوق من المنتجات الرضيقة ومجهولة المصدر فده بيخلق لك فرصة للصناعة اللي كانت بتعاني من إغراق شديد فالدولة خطبت فئات معينة وشريح معينة من المصنعين ولكن حتى الآن إحنا لم نحول الشعب المصري إلى الصناعة يعني لسه الصناعة ما بقيتش جزء من يومنا إحنا كنا بنتكلم على التأثيرات السلبية للعولمة وتحولنا وأمطنا الاستهلاكية كمان ده وصلنا إن لا الصناعة دي أنا مش عايز إبني يشتغل في الصناعة أنا مش عايز إبني يفتح ورشة أنا عايزه يتوظف في شركة يعني الفكرة دي بقت طغي على قولنا النهاردة أنت في عالم رأس مالي لا يحترم إلا العمل والإنتاج يعني مش مصر لا دي منظومة عالمية كلها ما بتحترمش غير العامل والعامل والمنتج وأنا في ظني إن في ظل هذه الزيادة اللي حصلت للدولار والتدخم اللي حصل فيه هيبقى فيه هامش ربح كبير جداً اللي هيصنع المنتجات محلياً إنت رايح تشتري قطعة غيار لسيارتك قطعة الغيار دي هتلاقيها بألف جنيه ممكن يبقى خرطوم مثلاً قطعة كويتشف في بلاستيك في جزء حديد أنا شايف النهاردة كتير من المستوردين بدأوا يلجأوا للورش وبدأوا يطلبوا التصنيع منهم يعني لو عندي تصنيع محلي بنفس الجودة والمواصفات هيبقى سعره 700 أفندم ولو نص الجودة وأنا النهاردة بدي لك المنتج اللي يكفيك ب500 أنا نجاح توفر للعمل المصري يومية 300 جنيه و400 جنيه فالناس هتروح الحاجة أم الاختراع هو عايز يكسب ويروح ويتقن والصنع المصري صنع محترف جداً أنا بقولك في اللحظة اللي احنا فيها دي كتير من المستوردين وخاصة قطع غيار السيارات بدأوا يصنعوها محلياً بدأوا يتجهوا للورش اللي حواليهم الحداد والخراط وبتاع البلاستيك وبدأوا إن هم يطلبوا منهم لإن في قطع ما بقيتش موجودة بس أنا عايز أنظم ده علشان يبقى في عندي مواصفات جودة سليمة المفروض ما بقاش بنزل قطع تغيار بمواصفات جودة أي كلام تسبب لي مشكلة وضرر أكبر في المكنة اللي أنا هركب فيها القطع دي يعني أنا مش هزق أتحضرتك لكن على سبيل المثال أنا عندي مصنع من المصانع الكبيرة جداً في العالم اللي بتنتج واحدة من أعظم السيارات اللي في الدنيا في ألمانيا المصنع ده فاتح عندي هنا طبعاً طيب وإحنا عندنا ماركتين ألماني هنا منهم واحدة المصنع بتاعها هو اللي بيصنع الاستوانات بتاعة الفرامل اللي بترجع ألمانيا تركب في العربية الألماني 100% ده فاير الكهرباء كمان ده فاير الكهرباء الأهم العربيات الألماني بتتسمع هنا في مصر يعني أنا بارس طبعاً وعندي النوهاو وزكي وشاطر وإيد عاملة مدربة حضرتك المصري المصري اللي نجح يهد خط برليف بخرطوم مياه المصري مبتكر ويهو اعتمد عليه ولو كان فيه عندنا كنز حقيقي في مصر هم 110 مليون مواطن أنا النهاردة المصريين محتاجين فرصة وخلي بالك النهضة الصناعية في ألمانيا نشأت من الورش صح هما في البداية ما عملوش مصانع هما في البداية جابوا ناس علموهم من بريطانيا جابوا مدربين علموهم لكن النهضة الصناعية بدأت من الورش الصغيرة أنا النهاردة فيه في السوق فجوة فيه حالة النهاردة طلب على مجموعة من المنتجات اللي احنا كنا بنستوردها المصري الشاطر الزكي اللي هيقتنس هذه الفرصة يعني في ظل الأزمات فيه فرص أنا لما يبقى المنتج ده بألف جنيه وهو الخامات اللي فيه ما تتكلفش مية جنيه تعال صنعه ويكسب ربعمية جنيه ويكسب خمسمية جنيه وبقولك في ناس بالفعل في اللحظة دي بتكسب من ده ولكن الدولة النهاردة لازم تنظر أكثر عناية للصناعات متنهية الصغر يعني احنا اهتمينا وقدمنا حزم دعمه مباشرة للصناعات الصغيرة والمتوسطة اللي هي بتبدأ من خمسين ألف جنيه ومئة ألف جنيه لغاية عشرين مليون جنيه أما النهاردة عايز أخاطب الرجل اللي عايز اشتري مكنة بعشرين ألف جنيه عايز أخاطب اللي عايز مكنة بلاستيك واللي عايز مخرطة واللي عايز يعمل مكنة ملابس بس دولة احنا اشتغلنا عليهم كمان عايزين أكتر أنا عايز النهاردة كل مواطن يبقى عنده حاجة بيانتجها في فيتو بعد ما يرجع من شغله أنا النهاردة اذا كنت مهتم ان حياة المواطن ده تتغير مفيش حاجة هتغيرها غير العمل وغير زيادة الانتاج لما كل واحد هيزيد انتاجه الانتاج القومي هيزيد احنا محتاجين ان احنا نعمل مبادرة للتأجير التمويلي يعني المواطنين بيخافوا ان هم يدخلوا في عملية اقتراض عشان يشتري مكنة أنا هتدي لك المكنة دي بالإيجار في عندنا وعاء قانوني يسمح بذلك اسمه التأجير التمويلي تعال انت عايز مكنة بلاستيك بعشرين ألف جنيه تفضل كل شهر هتديني إيجار قد كذا بعد سنة او اتنين لما هتكفي الفلوس بتاعة الإيجار دي خلاص هتبقى المكنة ميتك بتقول ليك تعبت في الوسط رجع لي المكنة وما فيش عندنا مشكلة كافة المؤمنين فأنا محتاج ان انا اتصرف النوع ده من التصرفات الناس اللي بدأت تدخل في الصناعة بتقول احنا عايزين مستلزمات انتاج أكتر وخامات أكتر احنا نقدر نعمل مدينة حرة لخامات الانتاج على محور قناة السويس يعني نقدر ننمي تجارة الترانزيت في المواد الخام والأولية في منطقة محور قناة السويس تعالع من لمدينة حرة نعمل فيها ارتكاز للتجار هم ياخدوا المواد الخام نقدر نجيبها من أفريقيا في خانط الرئيس عمل لنا علاقات وطيدة جدا في الدولة الأفريقية تقدر تعمل مخازن للنحاس ومخازن للحديد ومخازن لكل المنتجات وخاصة ان انت عندك موقع استراتيجي مهم جدا لتجارة الترانزيت لما يبقى عندي مدينة حرة في المنطقة دي أقدر أدخل منها مواد خامل الدولة أقدر أصدر للأخرى أعمل زي ما حصل في لندن هناك في المواني اللي بناء عليها اتبنى الاقتصاد اللندني ثم البريطاني بشكل عام أو زي ميني تراتر دام على سبيل مثال آخر أو زي ما حصل في مرحلة أخرى فيما بعد ذلك في جبل علي في دبي ويعني لن نخترع العجلة فيه عندنا فرص مصر ليها موقع متميز عندنا صرواة طبيعية عندنا أهم صرواة صرواة مصرية هي المائة وعشر مليون دول بالنسبة لي الكنز الحقيقي اللي أنا متأكد أن هم أقوى ظهير يقدر يعمل أي حاجة المصري مبدع المصري مبدع أنت النهاردة بتفرغ له السوق وبتدي له فرصة أنه هو يسمع لازم كلنا نقتنس هذه الفرص لأن احنا عنينا لسنوات طويلة من إغراق هو اللي أدى بينا إلى المرحلة دي وإحنا محتاجين كمان أن احنا نتنقل نشوف الستة وعشرين مدينة جديدة يعني جزء كبير من المصريين لما بينظر للمشروعات القومية بيراها في شكل طريق لأنه ما راحش للمدينة اللي بيوصل لها الطريق ده يمكن يكون برضو الدولة عامدها نقطة في الموضوع ده لغاية دلوقت الدولة بتأيد حقك في أن أنت تأجر الشقة اللي أنت استخدمتها أو اللي أنت استلمتها أنا عندي ستة وعشرين مدينة جديدة فيهم أكتر من اتنين مليون وحدة اسكان اجتماعي حضرتك استلمت الوحدة دي بس أنت شغلك بأيد عن المدينة دي لسه فأنت مش مسموح لك تأجر الشقة اللي أنت استلمتها لو أجرتها نسحب منك الشقة ومش مسموح لك أن أنت تبيق الشقة طب حضرتك أنا مقايد ملكيتك أنت النهاردة ما بتستفدش بالشقة دي لأن أنت لسه شغلك بعيد عنها وهي خقيمة مضافة في الاقتصاد المواطن ما حسش بيها بس أنا جايب لك الشقة دي لأجل ظروف معينة حضرتك النهاردة واقعيا تبخدتها ليه؟ حضرتك أنا كنت عايز أحس بالأمان وكنت عايز أستخدم مكانش متاح وأنا كنت عايز أستفيد بالدعم اللي الدولة بتقدمه ونظام التأسيط فأنا النهاردة خلاص أنا كمواطن استفدت بهذا الدعم اللي الدولة قدمته لي في شكل شقة ومش من حق ناس تفيد بي تاني اديني الفرصة أن أم أأجر الحق ده أنا لما أأجر الحق ده أنا هقدر أأجر شقة في مكان تاني أو اديني الفرصة أن أنت قدام أنيك أجي وبيع وخلي حد تاني يشتري أنا في دي هختلف معاك الدكتور أنا كده عمليا بدل ما أعملها شقة لأجل الدعم الاجتماعي اللي بقدمه لفئات معينة علشان تسكت حولتها بدل أنها سكن أنها تبقى مور الدخل بشكل موازي وبرى القرار هو دايما أنا سأل لأنت راجل مثلا مثلا فلاني الفلاني ساكن عند مجرى العيون خد شقة عند مجرى العيون ليه رايح تاخد شقة مثلا في المينيا وأنت ساكن هناك وشغلك هناك ومدرس العيل هناك واخد في المينيا ليه أصلا أنا بتقطي مينيا طب ما غيرتش بطاقتك على مجرى العيون لي لوقتي ده غلط خصل اتفقنا أنا النهاردة قدامي 26 مدينة جديدة اتبانوا لسه ولا المواطن مستفيد من أنهم اتبانوا ولا الدولة مستفيدة بيهم قدرة اقتصادية موجودة 26 مدينة أغلبهم لسه الناس ما سكنتش عشان شغلها لسه ما توفقتش ظروفه بقول افتح المجال أن القيم الإيجارية تخفض يعني افتح المجال أن لو شاب عايز يتجوز يروح يلاقي شقة أجارها 300 جنيفة يتجوز إنقل الناس حركهم احنا في مشاكل استثنائية تحتاج إلى حلول غير تقليدية يعني ما يجبش إن احنا عشان ما نعمل حاجة تانية في أفكار كتيرة أنا أصدي افتح المجال حضرتك هملكك بالقيمة الإيجارية يعني أنا يعني بتتلم على شوء اللي تسلمت أنا النهاردة في إنجاز حصل في خلال سبع سنوات إن انت بنيت 26 مدينة جديدة لسه الناس مش حاسة بفايدة المدرسة الجديدة اللي اتعملت لأنه مدخلش وغيره فيها لسه مش شايف المستشفى لسه مش شايف الحديقة اللي قدام بيته لسه ما استفدش بالشقال إنها مغلقة وده الجزء الأغلب أنا بتكلم إن في مشاكل النهاردة استثنائية بتواجهنا أنا بأكد لك على الكلمة دي في تضخم عالمي بيصدر إلينا في حرب اقتصادية موجودة النهاردة قد تتحول إلى حرب عسكرية فأنا في ظل هذه الظروف أنا محتاج إن أنا أبدأ أنظر إلى مشاكل المجتمع وأبدأ ألاقي ليه حلول أنا عايز المواطن يتمتع عايز حلول خلاقة طول الوقت عشان تحل الأزمة طبعاً القعدة دي ما تتحسبش زي ما بيت طبعاً إحنا بإذن الله بإذن الله لازم نتقابل تاني وقريب جداً عشان ناخد مساحة أوسع فيه المناقشة معاك يا دكتور أنا مستمتع وسعيد ومستفيد هستأذن إن أنا أشكرك أولاً وشكراً على المشوار وعلى التأخير وعلى إنك سمحت لنا بمساحة ديقة صحيح بس إحنا هنوسعها بقى في الحلقة اللي جاية أشكرك جداً كل شكر الدكتور أحمد سعيد خبرنا الاقتصادي وأشكركم على حسن المتابعة وأشكركم على طولة البال وأنا أشكركم على المتابعة بكرة برضو في نفس المعايد إن شاء الله لو كلنا العمر متقابل في برنامجيكم التاسعة سلامت